اهلا بحضراتكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع لا صوت يعلو في الوقت الراهن عن نتيجة الثانوية العامة وفي هذا الشأن وفي احدث تصريح له قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 وتهنئة الاوائل والمؤتمر الصحفي حيكون ظهر الثلاثاء كما اعلن سابقا وكل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الالكترونية عن الاوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الاوائل ونسب النجاح لا اساس له من الصحة وخليني برضو اذكر حضراتكم ان كان قد حصل اليوم السابع على حق اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 من وزارة التربية والتعليم كما يعلن اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2021 ظهر الثلاثاء 17 اغسطس الجاري الكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على النتيجة برقم الجلوس مجانا وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفي الثلاثاء 17 اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لاعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسوف ايضا يتواجد وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الاولية لتنصيق الجامعات خليني برضو اقول لحضراتكم ان من المقرر ان يستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تفاصيل ومؤشرات تنصيق الجامعات 2021 بعد عرض مؤشرات النجاح في الثانوية العامة على ان يتم بث المؤتمر الصحفي عبر التليفزيون المصري والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك اعيد برضو على حضراتكم هذه الجزئة مرة اخرى مشاهدين في كل مكان تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال ان اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 وتهنئة الاوائل والمؤتمر الصحفي هيكون ظهر الثلاثاء اي غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا كما تم الاعلان سابقا واخذروا كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية عن الاوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الاوائل ونسب النجاح وان كل هذه التسريبات وكل ما يتم تدوله على وسائل التواصل الاجتماعي لا اساس له من الصحة وكان قد حصل اليوم السابع على حق اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 من وزارة التربية والتعليم كما يعلن اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2021 ظهر الثلاثاء 17 اغسطس الجاري الكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على النتيجة برقم الجلوس مجانا وتعقد وزارة التربية والتعليم وتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفي الثلاثاء 17 اغسطس نؤكد في تمام الساعة الواحدة ظهرا لاعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسوف يتواجد وزراء التربية والتعليم وتعليم الفني وتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الاولية لتنصيق الجامعات ومن المقرر ان يستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تفاصيل ومؤشرات تنصيق الجامعات 2021 بعد عرض مؤشرات النجاح في الثانوية العامة على ان يتم بث المؤتمر الصحفي عبر شاشة التلفزيون المصري والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيسبوك ايضا مشاهدين اوضحت وزارة التربية والتعليم انه سيتم اتاحة النتيجة على موقع الوزارة لمعرفة الطالب نتيجة كل مادة والمجموع كما يحصل الطالب على النتيجة من اليوم السابع وموقع الوزارة دون اي مقابل مدي كما انه من المقرر ان تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة مع انخفاض ملحوظ في المجميع مما يترتب عليه انخفاض الحد الادنى للقبول بالكليات موضحا ايضا في هذا السياق ان الالتحاق بالكليات كما هو لم يحدث اي تغيير في قواعد التنسيق الا القواعد المرتبطة بمؤشرات النجاح والمجامية مشيرا ايضا الى انه من المقرر ان تستوعب الكليات نفس اعداد طلاب الثانوية العامة الذين التحقوا بالجامعات العام الماضي واشارت الوزارة في هذا السياق الى انه تم مراعاد صعوبة الاسئلة اعيد تاني على حضراتكم هذه الجزئية اشارت الوزارة الى انه تم مراعاد صعوبة الاسئلة اثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بان الوزارة لم تأخذ في اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الاسئلة لافتة الى ان نتيجة الثانوية العامة 2021 جاهزة لاعلانها الثلاثاء 17 اغسطس واضحت ايضا انه تم تجميع النتائج وتحديد الاوائل اضافة الى تجهيز الشكل النهائي لعرض نتائج الطلاب ليعرف كل منهم مستوى على المستوى العام بجانب ترتيبه في المواد الدراسية مع اعداد شرائح المجميع لافتة ايضا الى ان النسبة العامة لنجاح قريبة من السنوات الماضية ويجب على الطلاب واولياء الامور عدم الانزعاج من النتيجة وستكون مطمئنة وسوف ترضي الطلاب وكل من اجتهد وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يأكد ان ما يتردد بشأن العتبة الامنة ودرجات الرأفة بنتيجة الثانوية العامة 2021 لا اساس له من الصحة وقال لا نعلم من يروج لهذه الشائعات والاعجب انه لا يوجد شيء اسمه العتبة الامنة خارج خيال مؤلف هذه النظرية تابع كمان الوزير وقال التصحيح هذا العام الالكتروني ويتم في مكان مركزي ولا يوجد تصحيح في كنترولات مثل الاعوام الماضية ولا يستطيع احد الوصول لنتائج حتى الوزير شخصيا متابعا التغيير الجذري في نوعية وشكل الاسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى تماما مع الافكار القديمة والتكهنات المبنية على الاعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط وأخيرا شدد وزير التربية والتعليم قائلا لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف 10% كما يردد البعض ولكن هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة تتم الآن ومتزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع في سياق متصل مشاهدينا ونظرا لازدياد عدد من يتابعون إليكم هذه التفاصيل حول آخر تصريح وأحدث تصريح لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلينا برضو نقول لحضراتكم زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة ده الموقع أو ده الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع اللي من خلاله هيدخل الطالب يقول يكتب فيه الاسم بتاعه ورقم جلوسه ويتم معرفة الدرجات ويا رب النجاح والتوفيق لكل طلابنا في الثانوية العامة بنستعرض مع حضراتكم هذه الصور من البث المباشر لصفحة والموقع الإلكتروني لليوم السابع حيث ترقبوا نتيجة الثانوية العامة قريبا سيتم إتاحة النتيجة على موقع الوزارة وموقع اليوم السابع بشكل مجاني لكل الطلاب طلاب الثانوية العامة وخلينا برضو نقول لحضراتكم حيتم معرفة النتيجة لكل طلاب وكل مد على حدة والمجموع الكل كما هيحصل الطالب على النتيجة من اليوم السابع وموقع الوزارة يعني كما ذكرت دون أي مقابل مادي كما أنه من المقرر أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة مع انخفاض ملحوظ في المجميع مما يترتب عليه انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات وأيضا الوزير كان وضح هذه الجزئية وقال أن الالتحاق بالكليات كما هو لم يحدث أي تغيير في قواعد التنصيق إلا القواعد المرتبطة بمؤشرات النجاح والمجميع وأشار إلى أنه من المقرر أن تستوعب الكليات نفس أعداد الطلاب في الثانوية العامة الذين التحقوا بالجامعات العام الماضي مشاهدين كانت هذه التفاصيل يعني ما جاء في أحدث تصريح للدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 وتهنئة الأول والمؤتمر الصحفي حيكون إن شاء الله غدا الثلاثاء سبعتاشر أغسطس يارب النجاح والدعوتنا بالتوفيق والسداد لكل طلابنا في كل مكان ودايما تابعونا وكل ما يستجد على الساحة المصرية نرصده مع حضراتكم من هنا صالة تحرير اليوم السابع شكرا لكم وإلى اللقاء